يستبق النظام الإيراني زيارة رئيس الوزراء الحالي مصطفى القاظم إلى الولايات المتحدة بزيارة سرية إلى بغداد لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني زيارة يراها مراقبون تتضمن إشارات ورسائل ربما يتوجب على القاظم حملها إلى واشنطن بعد أيام وعرضها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى الرغم من سرية الزيارة وسرية محتواها يقول سياسيون إن القاظم خلال لقائه قاني استمع إلى رسائل إيرانية وصفت بالناعمة بينما لم تتوقف صواريخ الكتيوش عن استهداف القوات الأمريكية في معسكر التاجي وكذلك المنطقة الخضراء حيث السفارة الأمريكية غير أن القاظم ربما لن يحمل رسائل إيران فقط فلأتباعها الميليشيويون من الرسائل نصيب فقد حملت ميليشيا العصائب القاظم رسالة أخرى عبر نواب من قتلتها النيابية إذ طالبوه بتطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق فيما عد بمثابة رسالة غير مباشرة على القاظم إيصالها إلى واشنطن خلال زيارته المرتقبة كذلك فقد زار القاظم بيتهادي العامري زعيم تحالف الفتحة الممثل البرلماني لميليشيات الحشد في حضور عدد من قادة الكتل المنضوية في التحالف والذين بدورهم حملوه رسالة إلى ترامب تفيد بأنهم مصرون على انسحاب القوات الأمريكية من العراق وبعيدا عن تحول الرجل إلى ساع للبريد لدى إيران ومواليها في العراق فإن القاظم على ما يبدو سيجد نفسه حائرا بين نفوذي الشريكين المتصارعين على السيطرة في العراق فبينما تسعى إيران وميليشياتها إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق لتتحكم وحدها به سياسيا واقتصاديا وعسكرية يسعى الأمريكيون إلى تحجيم الدور الإيراني في سياق الصراع الدائر بينهما في عدد من دول الشرق الأوسط وبين هؤلاء وهؤلاء يبقى الشعب العراقي رافضا لأطماعهم ومطالبا بوطن حقيقي ينأى عن محاور الصراع ويحقق للعراقيين آمالهم في الحرية والعدل والعيش الكريم